فريق من الخبراء الدوليين المستقلين توصل إلى أنه لا يوجد إثبات بأن 43 طالباً كانوا خطوط في السنة الماضية جنوب المكسيك قد تم حرقهم في مصب نفايات وهو ما يتناقض مع الرواية الرسمية للحكومة المكسيكية فبعد ستة أشهر من التحقيق قدم خبراء إسبان ومن أمريكا اللاتينية تقريراً من 500 صفحة أمام الصحافة المكسيكية ليفندوا الرواية الرسمية ويقول عضو في اللجنة المستقلة للخبراء تظهر الإثباتات المجمعة من حالة مصب النفايات أن الحد الأدنى الضروري من النيران لحرق 43 جثة لا يمكن أن يتم في هذا المصب والحادث لم يقع هناك ويوضح الخبراء أن أثر المساحة الصغيرة للنيران لا تتوافق مع عملية حرق تتطلب 30 طن من الخشب و13 طن من العجلات المطاطية وأطنان أخرى من الوقود ترجمة نانسي قنقر